تليفزيون غير في الطريقة تتخاذ القرار السياسي في مصر بالتأكيد في مصر وغير مصر ناعل الناس من الكلمة الصماء إلى الصورة عصر الصورة يعني كان زمان الناس قبل تليفزيون صحيح السينما سابعته طبعا بس السينما حاجة سابتة في مكانها تذهبوا إليها أما تليفزيون فأتيك دون أن يطرخ بابك ويوجد حجرة نومك وحجرة الأولاد وفي كل مكان أستطيع أن أقول أننا عشنا عصر تليفزيون يعني هو الأب الشرعي لكل الأجهزة اللي معنا بعد كده التكنولوجيا المعلومات دي والموبايلات والآي تي والآي بي والآي إف والآي إيش وكلام ده كله حاجات أنا مليش فيها قوي دي كلها النتاج للتلفزيون يعني أنا فاكر التلفزيون لما دخل في مصر سنة ستين وناس كم تتلمع على هاوي كل حي فيه تلفزيون مثلا كان عندهم زهول أن الصورة بتطلع على الشاشة لكن هل الدرجات دي يعني الأستاذ هيكل في مرة من المرات في أحد كتاباته وقال إنه في عصر في السياسة تغير أو وصلنا لمرحلة التلفزيون في السياسة لأنه شاف آيك آيزنهاور القائد الأمريكي كبير وهو بيحط ميك أب بيحط ميك ياجر استعداده لظهور تلفزيوني صحيح هنا يعني هو كان شايف إنه دي لحظة فاصلة في عالم السياسة قدرت تبيع بيها تعمل صناعة صورة صناعة صورة وشخصية إنك تقدر تقدم الشخص بالصورة التي تريدها لعب الدور كبير في الانتخابات الرئاسية بدأ من الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لعب الدور كبير جدا في تقديم الناس يعني الناس بدأوا يشوفوا عبد الناصر هو بيتكلم وفي مؤتمر عام مش عارف القوى العاملة وإلى آخره كانت حاجة بالنسبة لهم جديدة تماما قبل كده كان كل شيء أقصى ما يمكن أن تراه في جيل والدك وجيل ونازل كلها السينما جريدة مصر الناطق كان الواحد يقعد يتفرج عليها ومبهور